هنا يتواجد زميلنا عبد العظيم محمد وهذا هو المثلث الذي تحدث عنه قبل قليل هذا هو المثلث شمال غرب العاصمة كييف يتعرض إلى أو تدور فيه معارك عنيفة بسبب محاولة القوات الروسية الدخول من هذه المنطقة ومدينة إيربين التي تعرض إلى قصف شديد ومعارك عنيفة بالإضافة إلى بوتشا أيضا لأن هناك دفع من القوات الروسية عبر هذين المحورين أو هذا المحور تحديدا هذا المثلث الذي نتحدث عنه دافع من القوات الروسية باتجاه العاصمة كييف هذه المنطقة التي نتحدث عنها لا تبعد سوى 20 كم عن وسط العاصمة كييف وبالتالي نحن نتحدث عن أن القوات الروسية قريبة للغاية من العاصمة كييف للتالي هذا هو المحور الأهم حتى هذه اللحظة مع إعلان القوات الأوكرانية أنها استعادت السيطرة على مدينة غوستومل غوستومل التي تحتوي على مطار أنتونوف الذي نفذت فيه القوات الروسية إنزالا جويا في اليوم الثاني من المعارك في هذا المطار وسيطرت على المطار تقول القوات الأوكرانية اليوم أنها استعادت السيطرة على المدينة غوستومل ولكن حتى هذه الأحظة لا أخبار عن مطار أنتونوف بشكل أساسي الذي تتمركز فيه القوات الروسية إذا ما انتقلنا إلى الجهة الجنوبية قليلا نحو الجنوب من العاصمة كييف فنحن نتحدث عن بنيتسيا هذه العاصمة التي تعرضت وفق الرئيس الأوكراني بلودومير زيلنسكي تعرضت إلى ثماني غارات جوية أعطبت المطار بشكل كامل في هذه المدينة ليكون المطار في هذه المدينة إلى الجنوب الغربي من العاصمة كييف خارجا عن الخدمة في أبرز الأحداث أبرز الهجمات التي تعرضت لها أوكراني اليوم ثماني هجمات كما قال الرئيس الأوكراني بلودومير زيلنسكي إلى الجنوب أكثر من العاصمة كييف نتحدث عن المنطقة الغربية الجنوبية من البلاد وتحديدا الشق الغربي من القرم هذه هي جزيرة القرم التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ عام 2014 ودفعت بقواتها من هذا الاتجاه نحو الشمال وبسطت سيطرتها بطبيعة الحال على خيرسون بشكل كامل لتكون خيرسون قبل أيام هي أول مدينة تسقب بشكل كامل في أيدي القوات الروسية والمعارك تدور في هذا المحيط في محيط مدينة مايكوليف إلى الشمال الغربي من خيرسون حيث تتيطر القوات الأوكرانية ومازالت تتمركز حتى هذه اللحظة في مايكوليف وتتعرض لهجمات من القوات الروسية القادمة من خيرسون بطبيعة الحال في مطار كولباكيتو في هذه المنطقة لأن القوات الروسية تسعى إلى الضغط من هذا المحور والوصول إلى أوديسا لأن هذه النقطة هذه المساحة التي نتحدث عنها ما زالت حتى هذه اللحظة من مايكوليف إلى أوديسا هذا الشريط ما زال حتى اللحظة تحت سيطرة القوات الأوكرانية بشكل شبه كامل مع ضغط القوات الروسية بعبر عمليات الإنزال البحري في أوديسا للسيطرة على أوديسا ولكن هذا المحور ما زال تحت السيطرة الأوكرانية حتى هذه اللحظة رغم الضغط الروسي القادم بطبيعة الحال من الجهة الجنوبية الشرقية ننتقل إلى المنطقة الشرقية وعندما نتحدث عن الشرق فنحن بطبيعة الحال نتحدث عن دونباس شرارة هذه الحرب دونباس من دونباس تتحرك القوات الروسية باتجاه الشرق بتضغط على ماريو بول ماريو بول حتى هذه اللحظة هي النقطة الوحيدة التي ما زالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية وعندما نتحدث عن ماريو بول فنحن نتحدث عن هذه المدينة على بحر أزوف مع ضغط القوات الروسية القادمة من خيرسون التي سيطرت عليها كما قلنا القوات الروسية ضغط هائل من القوات الروسية القادمة من هذا الاتجاه نحو هذا الشريط لقطع وصول القوات الأوكرانية إلى بحر أزوف والوصول إلى ماريو بول ماريو بول طبعا أعلن عن فتح ممرات إنسانية لخروج النازحين من ماريو بول باتجاه أوكرانيا وبالتالي بسط سيطرة القوات الروسية على ماريو بول أيضا القوات الأوكرانية كانت قد فرضت حدة حواجز في هذه المنطقة دينيبرو خاركيف زاباروجيا لمنع وصول القوات الروسية باتجاه من الشرق باتجاه أوكرانيا وبالتالي السيطرة على عموم البلد هكذا تكون خريطة السيطرة في البلاد حتى هذه اللحظة وطبيعة الحال الخريطة تتغير مع تغير الأحداث